السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد مبارك والعام وانتم بخير كنت من يومين يوم عرفة اتكلمت عن مفهوم من مفاهيم يوم عرفة باللغة الإنجليزية واتصل بي بعض الناس وقالوا احنا عايزناها تكون باللغة العربية كلنا نعرف ان يوم عرفة اللي يسوم فيه هو يوم الحج الأعظم طبعا واللي يسوم فيه ربنا بيغفر لي سنة مضت وسنة جاية بعدك كده هو لكن يوم عرفة ويوم ليلة القاتر ليلة القاتر ست أيام البيض كل هذه الأيام بناخذها انها أيام تقديم أوراق اعتماد لنا أمام الله سبحانه وتعالى يعني احنا عملنا ايه علشان نقف ونصوم فربنا يغفر لنا السنتين دول وربنا يعمل لنا زي الست أيام البيض اللي هو كسيام الظهر اللي قالت له شهر رمضان مفروض الإنسان هو بيسوم يوم عرفة يسوم ليعمل ويسوم بعد ما قدم عمل لكي يعطيه الله سبحانه وتعالى هذه المنحة العظيمة اللي هي سنتين سنة عدت وسنة تأتي الأمر كتير جدا مننا بناخد الدين كتقوس فولكلورية زي ما قال الشيخ راتب النابولسي دكتور راتب النابولسي قال الدين مش فولكلور الدين مش شكل الدين مش طول لحية الدين مش لون حجاب الدين مش لون اللحية اللي احنا بنزبغها او الكحل اللي احنا نحطه على حوالين عينينا او او الى اخر ده اشياء تقوس اما الدين فهو عمل لبناء مجتمع يستطيع ان يقيم حضارة ورسول الله سلم ذكرنا بامر جميل جدا في معنى الحديث بتاع رسول الله سلم الساعي على الارملة والمسكين قال قائم الذي لا يفتر والصائم الذي لا يفتر يبقى الاصل في الدين والاصل في صوم يوم عارفة هو السعي حتى ولو كان سعينا لخطوة واحدة حتى ولو كان سعينا لمجرد الهمة انهم بعمل الشيء لكي يعطينا الله سبحانه وتعالى هذه المنحة سنة مضت وسنة تأتي بعدها ربنا سبحانه وتعالى يغفرها كتير جدا نستمع لتخدير بعض من الدعاء يمكن مرة من المرات كارل ماركس هو مؤسس الحركة الشيوعية قال ان الدين افيون الشعوب قد يكون مقولة او حق اريد به باطل لن نناقش هذا الامر لكن ان نتحول نحن اننا نخدر الشعوب بمعاني بسيطة تختزل الدين من اساس قيام مجتمع قوي يستطيع ان يبني حضارة ويستطيع ان يبني امة ويستطيع ان يبرز ثقافة ويستطيع ان ينقذ العالم مما هو فيه الان من ويلاد كتير جدا من الشباب يقولك اكتب اشياء على الفيسبوك والتويتر ويبعتها بعتها ميت مرة بعتها الف مرة بعتها خمسمائة الف مرة انا اقول بدل ما تبعتها انت اعمل بها ولو مرة واحدة لكي تحظى لكي تحظى بسنتين من الغفران في يوم عرفة اللي هو عدة من ثلاث ايام مفهوم ليلة القدر مش ان احنا واقفين فقط يوم في السنة عشان نكسب المغفرة لا احنا نعمل بعمل ليلة القدر كل يوم في السنة مفهوم رمضان ان احنا نعمل بعمل رمضان ما قبل رمضان وايام رمضان وما بعد رمضان شغل تخدير البشر هذا شغل غير مجدي وهذا ما بيسميه الدكتور راتب نابلسي وانا اتفق معاه برمضان فرق بيني وبينه كبير جدا نقول لا نخدر الشعوب ولا نخدر البشر ولا نخدر الشباب على الشباب ان يأخذوا من يوم عرفة لبناء المستقبل على الشباب ان يأخذوا من يوم عرفة لمحاربة الفساد على الشباب ان يأخذوا من يوم عرفة للوقوف أمام الإرهاب والإرهابيين والتطرف والانعزالية والراديكالية وكل شيء على الشباب أن يأخذ منهم عبر أعرف برفع الروح المعنوية لكي نستطيع أن نبني مجتمع أن نبني أمة أن نبني حضارة في كل هذه التقوص التي يخدروننا بها نكون أنانيين بمعنى أن أريد أن أصوم عرفة لكي أنا أريد أن أحج لكي أنا أريد أن أصوم ست شمل البيض لكي أنا أريد أن أصلي لكي أنا لا لابد الصلاة استنى صلاةنا عن الفحشاء والمنكر والبغي يعني صلاتك تنهى تمنع الفحشاء وتمنع المنكر وتمنع البغي يعني صلاتك عمل مجتمعي يعني صيامك عمل مجتمعي يعني قيامك عمل مجتمعي يعني كل أشياء في الدين الذين يخدرونه أختزرونه إلى مجرد تقوص وأشكال وترانيم واحتفالات لا لا ولا 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 نحن اليوم نحتفل بالعيد أجمل شيء في العيد أن ترسم بسمة على وجه طفل يتيم أو أرمالة مكسورة أو مقهورة هذا ما قاله عمر بن عبد العزة رضي الله عنه اللي كي أختم به حينما اختلفت زوجته كانت فرحانة وهو كان مكتئب وبيعيت وبيبكي وكان حابس نفسه ثلاث يام معتازل يعني فتقول له يعني بتهني بقى بالخلافة قلنا ويحك يا امرأة لقد وليت أمر هذه الأمة ما وليت فتفكرت في من؟ الفقير الجائع والمريض الضائع واليتيم المقهور والأرمالة الوحيدة والشيخ الكبير ذو العيال الكثير والأسير المظلوم تفكر في كل هؤلاء لكي يستطيع أن يكون مسؤولا عنهم حينما يسألوا يوم عرفة ست يام البيض رمضان دينة الأدر للعمل ولشحن الهمم لاسى فقط لإنقاذي أنا كشخص لا أنا نية في الدين لا أنا نية في الدين بل كل شيء من عبادتك لله سبحانه وتعالى او من عبادتك لله سبحانه وتعالى لابد أن يرجع خيرها على المجتمع ونحن الآن في اليوم التانى من ايام عيد الفطر المبارك نتمتع بما تمتعنا به أمس ونتمتع به اليوم ونتمتع به غدا لابد أن نتذكر ماذا سنفعل لإخواننا وأخواتنا في سوريا في ميانمار في روهينجا أقليم الروهينجا في جنوب السودان في الحرب الأهلية في اليمن ودي جريمة كبرى في العراق 3 مليون مشرط في المدن التي ضاعت ثقافتها وضاعت حضرتها إلى آخر ماذا سنفعل لكي نحظى بسنتي الغفرام من الله سبحانه وتعالى بعد أن صمنا يوم عرفة أو بعد أن وقمنا يوم عرفة وحجينا في هذا العام فلذلك الصوم لابد أن يتبع عمل الصلاة لابد أن يبع عمل العبادة وقراءة القرآن لابد أن يبع عمل لكي يعطينا الله سبحانه وتعالى هذه المنحة منحة لائدة القدر ومنحة يوم عرفة منحة ستة أيام البيض إلى آخره إلى آخره إلى آخره إلى آخره أشكركم جميعا وجزاكم الله خيرا وألقاكم قريبا في مقولة صغيرة إن شاء الله في بعض المفاهيم لابد أن نحاول فيه الدين من عبادة إلى عمل مجتمعي بناء خلاق يفرز القيادات ويحارب الفساد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته